مش الإردو بس اللي هربت منه لكن كمان وزير خارجيته الشويش أغلو اللي بيقول التركية بتأيد دعوة الأمم المتحدة إنها تحقق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار في مقتل جمال خاشقجي حياة مقدار شفص المطالبة السعودية بمحاسبة إيران عن تصرفاتها في الخليج وكلام الشويش أغلو واهتمام الصحافة الأمريكية والبريطانية وغيرها بالتقرير الغير الرسمي المستقل زي ما سيان أن قالت عاملها واحدة اسمها أنجس كالمرد محققة في الأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج القضاء بدون طلب من الأمم المتحدة ونشرته وقالت خاشقجي اتقتل بصورة متعمدة والسعودية مسؤولة التقرير غير الرسمي سيان أن بتقول إنه بيستند لأجهزة استخبارات تركية قالت إن خاشقجي بعد ما دخل الأنصدية اتحقن بمادة مهدئة وتحط كيس بلاستيك على راسه فاتخرق المحققة دي اشتغلت بدون تكليف من الأمم المتحدة وقالت السعودية مسؤولة لكن التقرير ما وصلش لمسؤولية الأمير عن الحادث ورغم كده اقترحت عقوبات على ولي العهد وأصول الشخصية في الخارج لحد ما تتقدم أدلة تقول إنه ملوش دعوة بموضوع خاشقجي البي بي سي طبعا رحت ملف الموضوع كمان شوية وقالت إن التقرير خارج عن الأمم المتحدة رغم الأمم المتحدة ملاش دعوة ونقلت عن خبير في الأمم المتحدة ما قالتش اسمه وقال في أدلة نقدر نبني عليها بتقول إنه ولي العهد ومسؤولين سعوديين بيتحملوا المسؤولية بشكل فردي ترجمة نانسي قنقر